الاردن بلد جميل جداً وهادي جداً ونضيف نظافة يعني ايه زيادة ما شاء الله يعني الشوارع النظيفة والناس المنظمة ولقيت مثلاً في النشرة انا بتفرج على التلفزيون ان في واحد مشي بسرعة 200 وشوية فجتطلع في الاخبار ازاي يمشي بالسرعة دي وازاي 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 العربيات كل عربية مشي في الطريق بتاعها في الخط بتاعها مفيش حد بيضرب على حد ما سمعتش كلاك صغير يمكن مرة ولا مرتين يعني طول اقامتي في الاردن اعنى على زين اربعة تيام فالبلد جميل جداً جداً من زمان انا نفسي في هذه الزيارة نفسي جداً اروح الاردن لان انا رحت قبل كده ورحت بعض الاماكن فيها لكن كان نفسي اشوف حاجات معينة وعقوة يعني اتشاء الظروف من دي حاجة بخيالي من زمان قوي لاني بس عرفت ان احد الصحابة الكبار ابو عبيدة ابن الجرح او عامر ابن الجرح ده احد الصحابة الكبار وده احد العشر المبشرين بالجنة وده كمان اللي عمل حاجة مش معقولة ده لا مش تقريب دلوقتي ده بحكي لك عن زيارة بشكل عام انا عارف بس احديكم فكرة بس عن مين ابو عبيدة ابن الجرح احكي لكو حكايتين اتنين بس في غزوة احد لما حصل اللي حصل في اخر الغزوة ونزله من على الجبل وده اخر خالد الموليد كان لسه ما اسلمش من ورا وانت عارفين التفاصيل دي كلها وغير اتجاه الحرب بعد كان المسلمين منتصرين تمام فخالد الموليد لف من ورا الجبل اللي هو جبل احد وغير اتجاه الحرب فحصلت دربكة واقشي عن النبي استوشد فبدأوا ناس كتير ينسحبوا قليلين اللي فضلوا يعنيهم عن نبي عليه الصلاة والسلام في امرأة احبقى احكي لكو عنها يمكن اتكلمني عنها مرة بس احكي لكو عنها بالتفصيل اعزين اسمها خاولة حاجة بس احبقى احكي لكو عنها بالتفصيل لانه مرة تخلينا في ابو عبيدة انه ابو بكر الصديق بص كده لقى واحد تقريبا طاير فاكتشف انه ابو عبيدة فدخل كان فيه سهم دخل في خد النبي كده فشال ده بسنانه السنة دي قصرت وشال دي السنة دي قصرت فبقى اهتم ده امين الامة ده اللي لما عمر بن خطاب استشد ضرب بالخنجر وقعد يومين تقريبا على ما انتقل فقالوله وصي زي ما ابو بكر الصديق وصى بعمر فقال له من وقد مات ابو عبيدة ما بحك التقليل ما لسه مش هنزيعه النهاردة ولا بكر من وقد مات ابو عبيدة مات في الشام حكايته عظيمة جدا فكان نفسي روح لأردن عشان اشاهد او يعني اقترب من مرقد هذا الفارس العظيم فتزيارة جات بقى ونصبها انه انا روح وحضراتك تيجوا معايا وتشوفوا هذه الاماكن البديعة اماكن فيها روحانيات كبيرة جدا وفيها صدق المشاهد اللي فيها مشاهد حقيقية فتجولنا في الاردن وانا قلت لحضراتكم بارح ان احنا حبينا او يعني اشان الاردن فيها مظاهرات دينية كتير جدا 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 انت اخترنا اقدم اخترنا اول حظنا الحلوة طبعا روحنا في الاردن كان الجو رائع اول جو يمر على الاردن من حوالي تلاتين سنة بالحرارة دي واحنا كنا بنصور في البحر الميت اللي هو اعمق نقطة في العالم كله اعمق نقطة فيها ارض في العالم كله في البحر الميت في درجة الحرارة تبقى عالية جدا لكن والله ما حسينا باي حاجة غير ان احنا استمتعنا بالزيارة دي وانا بشكر كل اللي ساعدونا في الاردن وبتسامتهم الجميلة ويا سيدي وعلى راسي والكلام الحلوة بتاحهم ومقابلتهم الحلوة معاملتهم الحلوة لكل الناس